بعد خمسة أيام على انطلاق معركة غصن الزيتون التركية تظهر حرب أخرى في ميدان السياسة لطالما أظهرت أنقرة امتعاضها منها وهي دعم واشنطن لميليشيا السورية الديمقراطية هذه التي لطالما اعتبرها القادة الأتراك تنظيما إرهابيا ومع تشيعي أول جندي تركي قتل في معركة عفرين يتضح أكثر توجه تركيا لحسم المعركة وإنشاء منطقة آمنة على طول الشريط الممتد من مدينة عفرين إلى الباب وجرابلس وصولا إلى منبج وشمالي العراق وذلك بعد اتفاق لم يتم مع الولايات المتحدة وعليه يؤكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن أن حديث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن عملية غصن الزيتون أثرت سلبا على الحرب ضد تنظيم الدولة لا تعكس الحقائق على الأرض هذه الحقيقة التي ترى تركيا بموجبها أن ابتداع واشنطن اسم قوات سوريا الديمقراطية لشرعنتها على مبدأ التنظيم الذي لا يهاجمني ليس تنظيما إرهابيا هو فهم خاطئ لدى واشنطن التي ترى بالمقابل أن تسليح ميليشيا سوريا الديمقراطية سيخلق توازنا في منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها ميليشيات إيرانية وقوات بشار الأسد بالتوازي مع ذلك تتهم المعارضة السورية واشنطن بتسليم ربع سوريا لحزب العمال الكردستاني بمساحة خمسين ألف كيلو متر مربع وهي خمسة أضعاف المساحة التي يسكنها أكراد سوريا وأقامت فيها قواعد عسكرية أمريكية لحمايتها ولم تقدم للمدن السورية التي دمرت حتى ولو رغيفا واحدا وأمام هذا السيناريو الذي تخشى فيه أنقرة تقسيم سوريا تمضي فيه عملية غصن الزيتون التركية بسرعة كما تؤكد رئاسة الأركان التركية بينما يجد حلفاء واشنطن من الأكراد أنفسهم في قضم عملية عسكرية تستادف مراكز وجودهم وتصحو هواجسهم من ضعف الموقف الأمريكي وتردده في نصرتهم وهم عماد استراتيجيتها بسوريا والمنطقة